بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد درس 28 ذي الدروس انفيقها السنة النبوية لعنوان درس بوسا ميرد سيد يا ربي الدين النصيحة ذي المقدمة الدين غاية مثلا الموضوع بوسا إسعى الزلثام قرآن إسعى القيمة ثم قرآن تيسو ذرث النغ أكين من الله ولاش ذي نغ ورنحوي جارى النصيحة ولاش ذي نغ وقفاذن في النصيحة أماكن ديوساد قوال مدن سم الدن سوى ربي يقم ذن الكمال لله وحده التزام النصيحة ذا فريث مربح ذا فريث اللحمالا ذا فريث التعاون ما يلا نجا النصيحة يرنغ اذا قرآن دماغ اذا قرآن دنوف انت عايشين ذي خسار أم كليون ديلا في أي موضع أما مزين أما مقار أما ذرقاز أما سمطوث أما ذيون يحكما أما ذيون تسوى حكما أم كليون أن ديلا يحواج النصيحة أولا تعريف النصيحة ذي اللغة العربية ما ردي نظر إذا عرفت نصح الرجل ثوبه يعني ميشير ياس مثالا فرنوسيس أثيين صح معناه أثي خير سد الخلل أثي خير ما ديذغة نصحت العسل صفيته نصحت العسل معناه صفاغ ثامنت سغال صفان معناه تخليص الشيء من جميع من شوائبه وعيوبه وكذلك الإنسان المعنى اللغة وكيفاند ما يلا يخدم خير الغلطاث أثيين صحيوا باش أذيكساكو الغلطاث الني أذيكساكو الذنوب الني استلاحا من ناحية الاستلاح المقصود بالنصيحة الإرشاد بالطريقة المناسبة إلى تخلي الإنسان عن أخطائه وعيوبه بالنصيحة معناه أطر الشضض طريقة يلهان سوالزيضان سصواف سلميزان باش أذيج يرتفع نغذ يجير السراء يخدم ثانيا أهميتها نظرورتها أهمية النصيحة أدوغ الحديث مزولون في عليه الصلاة والسلام عن أبي رقية تميم بن أوسين الداري أذيكساكو أذيكساكو بفلاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة بهذه الصيغة الشاملة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله هو من نصيحة لناس قال صلى الله عليه وسلم من نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الحديثي صحة يصوهد الإمام مسلم طيب ما يديني النصيحة لله شو المعنى يس معنى يس الإيمان بالله ونفي الشرك عنه يقول ما ينصر رب سبحانه والإيمان زديا يصفان أمام الإيمان ونسار الشرك أمام الضيام مقر الإيمان بصفة الكمال والجلال الله سبحانه وتعالى لاعترف بالنعم دفك رب سبحانه الإيمان النصيحة لكتابه مع الإيمان بأن كتاب الله بأن القرآن هو كتاب الله والوحي الطاهر ذوى لربي إلا قصن عظم إلا قصن فكازال لرسوله معنى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم على رسالته معنى أنا من بالله ذن نبي ذن رسول أنقل وإلا قصن ننصر أنا حي أمامية ينصر الذين عاشوا مع نصره والذين عاشوا بعده من المسلمين يجمعوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننصره حي وميت ونشر ميراثه ميراث النبوة النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم معنى تحمل معنى نشر ميراث النبوة ما ننشر تريكا يديجا في صلى الله عليه وسلم ذو القرآن للسنة والإيمة المسلمين معناها أثناء وفي ذن السمكيسي واجب أن تنسن الحكام بطانة الحكام بطانة المسؤولين إلى قسل ناصحة أمينة وعامتهم معنى إصداء النصح للجميع يكعموم المسلمين لكون يكون سلم المرة أدنشم قولا وعامتهم وين إولا المظر أذين بأه وذين صح ولكن ثلاث طريقة مش عليهم صح ما كازين فقال بعد حديث وعيد النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول ناس الصحابة اسم جرير بن عبد الله رضي الله عنه إنك بيعاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذه متفقنا عليه من شعوره هذا نبي صلى الله عليه وسلم في كاس البيعة يعني الزلق والسفغ الزكاة والعشرق وضع نصح كل مسلم ثالثا الرسول الناصح نبي عليه الصلاة والسلام أما كان ديوم أرسل نصحة من ديوم النصحة نتسع ناصح أمين وهو قدوتنا العليا عن أبي هوريط رضي الله عنه قال شوذي النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث ورواه الإمام من حسن إسلام إسلام المرء بشمذ الإسلام السديلي حسن تركه ما لا يعنيه أين كي خضان خضوياس خضوياس ما تفضيون جريما يسديم كل شي سبس يعني من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه أو لقي ما لا يرضيه يريما نزديم كل شي كيش نهار دي جتيغ ريث نغاد دي جتيث نص دي جريذ دام هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا وهو الناصح الأمين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في السنة النهي عن الغضب الحديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم نصحي إيونا سمثي ولا يعني قرز الإيمان يسمى شاء الله ولكن ما لا يرفو يعني استخصار ذغي ولا الماضر هذا دي جريذ رفو سي زعف ذغي نصحي النبي عليه الصلاة والسلام إن يسمى سيناء أوصيني إن لا تغضب لا تغضب لا تغضب الحديث في البخاري الرفو يا رخطري ولا بلليونا الرفو ينص ذريذ أرس ديوين وهور أرس ديوين المشاكل الحديث وايض يعني كبيان لنبي النص صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباسة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات أمكي نصح الغلام الشيش مشطوح إنه يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث طويل الحديث هو الإمام الترميلي في جيد النصائح أغلايين إديفك أن في مشفيح صلى الله عليه وسلم يا كواليس ذو النصائح أغلايين رابعا ثورة المثلاء أسباب رفض النصيحة ثورة ما يلا نتوالي لن يمذن ونقبل الرنصيحة أين قبلنا الرنصيحة لنسباث سيسباثة 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 مزولوث عدم احترام أداب النصح إما يلا أمذن أن تصحنت مزولوث وأن في جرح سوال وستخسر الوقت ونسبان أغلايين سيسباثة 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 قبلنا الرنصيحة الغرور والتكبر خطر الإنسان المغرور المتكبر سيسباثة لا يسعليه بزاف أين كورح واجغة دم اليوان أين كورح نحواجه النصيحة سيسباثة 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 مقرن أكن من الله الضعفة ولماذا لماذا كان مقرغ ذي العمر هذا لماذا نصيحة سيسباثة العزة بالإثم ما تفضل كان دينا رب القائنة كان في صلات البقرة الأيام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد مع الإنسان أن يسعى العزة بالإثم يسعى يسعى الذنوب ويرنى يسعى العزة وليقبلها أذي يقبلها وليقبلها النصيحة وليقبلها أذي يغال ذي ووال السبع العزة بالإثم فغالفيت النفسيثيث وغالفيت الشطانيث خامسا آثار ترك النصيحة مايلا نجى النصيحة أما تركوها من النصيحين أو رفضوها من المنصوحين أذي يقرن جانس وأذي ومعثنان أتقفلن أتصن تخصرنا رايضرون تخصر تمزواروث دوام الخطأ والإنحراف مدام الإنسان نريق بذيار النصيحة سيمتكمل ذي الفوسي أروايال سي العوجة أروايال سي الكفغ أروايال سي قغزار أروايال والعودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل اثنين استحقق الإثم والعذاب قوم شعيب يميد يحكى ربي فلاسن يحكي القرآن عن قوم صالح يعني قوم شعيب وغيرهم من الأقوام لكن ما لن أمحي يعني رب سبحانه الناد وقفل لنرى النصيحة رب سبحانه عقفل يحكي القرآن عن قوم صالح الذين رفضوا نصحة فعقروا الناقى وعاتوا عن أمر ربهم كما جاء في القرآن الكريم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صورة الأعراف سل آية سبعة وسبعين ألمذ الآية تسعة وسبعين ضعف مستوى العطاء في جميع المجالات في مجال الدعوة في مجال العمل الاجتماعي في مجال العلمي سادسا قبل الأخير ما قبل الأخير سادسا أدفكغ آداب إسداء النصح ذا شوثنت الآداب من النصحة الأدب مزوارو ابتغاء وجه الله في النصحة يون مارين صحوائض يلقى في نصحيو ذمان ربي ويسين التحقق من وجود الخطأ أو الإنحراف إلا قبل ما يزر باللي فلا الغلطة إلا الإنحراف ذا ما شاء هذا يقدم النصحة في سلاثة إبراز محاسن المنصوح مع أن تقفز نصح ضيون في جنس داندي قرز قل أعطيك الصحة ذي المراجيس قرز ما شاء الله ما شاء الله تخصي كنتاقي ما شاء الله هدوك هدوك أما كنور سارك لبوان فور ناليزا وانتاج في سلاثة اختيار ظروف المناسبة تختيار ذو الوقت نصفا ما شاء الله من كل وقت لنصح تقبل نصح تفضيون بعيد الشريخ ذي الله في تاسيخ منك سيدا بعد ذين نتساذين مسكين يتعذب بلك يتألم يحتضر أغرث في النظار إذن اسميث غول سينور ما شاء الله بشيذو اختيار وقت مناسب بيس خمسة اختيار احسن الالفاظ يعني اختيار اول زيظن اول يلهن ذي النصيحة ربينا في القاءة الكريم في صورة طه الآية ربعة وربعين اهضر ربي صبحان مسكين هارون ناس بشار فرعون فرعون يعني المتجبر قرآن ناس فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى أي مثل سوال زيظن ذوال زيظن اقتضن فاسد في السبعة التزام الرفق وتجنب العنف العنف مع البادمين القطيادة بالرفق سلحانان مشيس العنف مشيس هو الجرحان نصير طفيعا نصير السيرة نصير سير العمل خاطئ في السبعة مراعاة سرية يعني العظمين لا ينصحوا يضيير الغاشي وينصيحا الفضحيث نريد النصيحة لا الفضيحة ونفي عليه الصلاة والسلام أكا يأخذ دي وصا باشا تسيلي في كذا كذا الوصايا نجفذيه نتيد سي السيرة سي السنة ننفي صلى الله عليه وسلم في السمانية مراعاة التناسب بين النصيح والمنصوح سنين ومقاما فرواها ربي امغار سامغار يلمزي سلمزي باش يعني أتسيلي هذه المقارف أما ذي المقام أما ذي الأمر في الستسعة ابتغاء الخير للمنصوح معنا ستفغوظ الخير المنصوح نمو تفغوظ الخير تسعشرة تحمل هذا المنصوح ولا إيمته يعني ما إلى المنصوح إنه دير مسلاي إليك أتقفل خطر نصحة أهذا سيقفل السنة سابعا خلاصات في الأخير الدين السلسة الخلاصة مهمة الخلاصة مزوروث الناس كلهم في حاجة إلى نصح في حالة الإقبال على الله مليوني ذو ربي اتس وانصح كملت غفرين طاعة مليوني ذو ربي صلح أدي غل س طاعة في حالة الانكتصار والانكسار في حالة الفرحة الغامرة وفي حالة المصيبة الداهمة عند حصول النعم وعند حلول النقم وكذلك عند هبوب نسمات الأمل وعند هبوب رياح اليأس يكذ نحو النصيحة النقطة ثانقروث التزام السلف للنصيحة إصداء وقبول السلف الصالح ذو المرأ ذو المرجع النقم نند النصيحة قفل النصيحة أوها ربي أذن الثر أذن سن عمر بالخطاب الناد رحم اللهم رأ أهد إلي عيوبي أذن رحم ربي أمذ أيدي هذون العيو فيو ويناد قال رجل الله بس اتق الله يا عمر أقواذ ربي يا عمر انتقديون فقال له قائل اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين نسم بزاف يعني اكثرت انتمك ديني فأمير المؤمنين ولكن سيدنا عمر ين يسداع إن لم نقبلها إنه سجيث ينصح إنه سجيث الخير ذي سن ما يلا أتدنينا للنصيحة ذاغ ولش الخير ذي نغ متنق فينا للنصيحة أغيج الله ربي سجيث يقبل النصيحة سجيث اتك النصيحة أكين يلزم جيغونا اهنا تسلوث أرثي مليليث السلام ربي في الله أنت الحبيب المصطفى أنت الأبي يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين